عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتم للدروس السابقة حول تطور حالة جملة كيميائية نحو حالة التوازن سوف نتطرق اليوم للمعايرة البيأش مترية راقد معي نضع صحاحة بها محلول الصد محلول حمض الخل موضوع في بشر فوق مخلاط مغناطيسي ونراقب تطورات بيأش عند كل إضافة لمحلول الصد فيكون شكل البيان بيأش بدلالة في بي كالآتي لتحديد نقطة التكافؤ بيانيا نرسم مستقيما ممسا عند نقطة الإنعطاف نرسم مستقيما ثالثا يوازيهما ويناظرهما نقطة تقاطع المستقيم الثالث مع البيان تحدد نقطة التكافؤ نحدد أيضا عند حجم نصف التكافؤ يكون بيأش يساوي بيكاء عند التكافؤ يكون سي أ في أ يساوي سي بي في بي أ حيث في بي أ هو الحجم اللازم للتكافؤ بخصوص ما تطرقنا إليه في هذا الملخص نعالج الآن تمرينا حول هذا الخصوص إليك التمرين نضيب كتلة أم من الإيثيل أمين في الماء المقطر عند الدرجة 25 درجة مئوية للحصول على محلول Sb حجمه 100 مليلتر وتركيزه Sb مجهول نعاير حجما من المحلول Sb قدره 5 مليلتر بواسطة محلول S لحمد كلور الماء تركيزه S يساوي 2.5 في عشر قوى نقص 2 مول على اللتر وذلك بواسطة قياس البي أش بدلالة الحجم المضاف من الحمد المطالب أولا اكتب معادلة التفاعل المعايرة السابق ثانيا حدد اعتمادا على البيان ألف إحداثي نقطة التكلم